نازلين مجهدين برضو يعني الناس عادة بره و الناس تانية عادة بتلعب بوه لاثنين مجهدين برضو موادي القضي اللي كابتن اللي ايمن بيدور عليها لا انا بيدور على النقطة دي لا هو بيدور عليها ايمن اصده نعمل ازاي الحمل في التعامل مع النادي بسا يا كابتن لان ممكن يكون قل التمرين لا الفرقة عندنا دي خلينا نبقى واقعيين نتكلم كلام منطقي هو بيدور على دي الفرقة عندك يا كابتن في أوفرترين قدامنا لعبة النادي الاهلي على الشاشة ومواصلين لملعب المباراة بسا كابتن عندنا أوفرترينج وعندنا أمفت صحا في الفرقة في الوقت الحالي لازم نكلم كلام منطقي ليه؟ لان الفرقات ما بين الاساسي والاحتياطي كبيرة فنيا وبدانيا بتحس انت اللي بينزل هو بيلعب مع المجهدين بيبقى مجهد شوية ما تقول حاجة ما يهوك ما تقول حاجة ما يهوك هم عندك سامة 13-14 اللاعب اللاعب على طول هم كلهم يلف يدور على السهل هندش عايزة يجاوز بيبقى 13 13 هل بيحصل ولا لا؟ بس هل بيحصل بيحصل ولا لا؟ 13-14 اللاعب الحجاب بتلف وتضوف هيه اه 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 كتا انت النهار ده بالنسبة لك مش انت اللي معاهم هناك تنشريف من الاخر فيه ناس مجهدة فيه ناس مش جاهزة فيه ناس بتسافر على طول مع بعض لا يعني زي مش جاهزة الحكاية كلها الحكاية كلها الحكاية كلها التركيبة كلها في ضغط المباريات ده انا حاسس يعني ضغط المباريات كل اتنين وزا وانين سفر بره ورجوع وصفر جوه اكيد اكيد حنا كلاعيبة كده هانه دار